والله أنا كنت شايف دي رغبة المنتج الحقيقة فخبر عاجل الآن وفاة الفنان القدير حسن يوسف وسأب الحقيقة في الوفاة ضجت مواقع التواصل الاجتماع خلال الساعة اللي فاتت بخبر مؤسف جدا وهو وفاة الفنان حسن يوسف عن عمره يناهي ستسعين عام وبعد أعلان وفاته سادت حالة كبيرة من الحزن والأسى في الوسط الفني كله ومن المنتظر أن يتم تشيع جثمان حسن يوسف في جنازة بحضوره الأهل والأصدقاء وبحضور عدد كبير من محبيه وزملائه في الوسط الفني وتعتبر وفاة حسن يوسف مش مجرد خسارة شخص بل خسارة رمزان يمثل جيلان كاملا من الفن المصري أما بالنسبة للسبب الوفاة فكان أوضح الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والعميد الأسبق لمعهد القلب أن الحزن له تأثير كبير على الحلال النفسية والجسدية بما في ذلك القلب وأشار إلى ما يعرف بمتلازمة القلب المكسور وهو مرض يوسف القلب بسبب الحزن الشديد وله تأثير كبير على نشاطه ويصبح ورضا للمضاعفات مما قد يؤدي إلى الوفاة وأشاره لأن الحزن العميق الذي شعر به البعض بعد فقدان شخص عزيز عليه يمكن أن يضعف عضلة القلب ويؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة وكمل الدكتور جمال شعبان كلامه وقال أن التوتر النفس والضغط النفس الناتج عن الحزن الشديد ممكن أن يدرب صحة القلب ويزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية مفاجأة وهو ما قد يفسر وفاة الفنان حسن يوسف بعد عام من رحيل ابن عبد الله وأوضح أن العلاقات العطفية القوية التي تقامها الأسرة مع أبنائها خاصة في مراحل اللاحقة من العمر يمكن أن تجعل القلب أكثر عرضة للحصرة والأزمات النفسية رحم الله الفنان حسن يوسف وقالهم زاوية ومحبيه الصبر والسلوان وإن لله وإن الله يراجعون والحد يناكون الفيديو خلص إلى اللقاء فيديو جديد وخبر جديد